يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم في الدوري المصري الممتاز دوري نايل كان فيه مباريات مهمة جدا اول هذه المباريات كانت مباراة المقرول العرب وبلدية المحلة او ابرزهم يعني النهاردة كان بلدية المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز قدر يفوز على المقرول العرب 2-0 عبد الرحمن جمال سمانة ساجي الهدف الاول في الديئة 16 من ضربة جزاء بعد لجوء حكم المباراة الى البار تأكد انها ضربة جزاء وسجل سمانة الهدف الاول وبعد كده حسام اشرف مهاجم الزمالك السابق سجل الهدف الثاني لبلدية المحلة في الديئة 74 بلدية المحلة ظهور كان متوقع وملفد جدا هتقول لي يعني متوقع فريق لسه صاعد للدوري الممتاز فريق لسه ما عندوش تدعيمات اللي هي لعب قرية يعني مدرب اصغر مدرب في الدولة الممتازة اللي هو الكابتل الحمد عبد الرقوف ليه كان متوقع ان البلدية يظهر بشكل كويس عشان احمد عبد الرقوف مدرب قدير جدا مدرب مميز جدا كان ضيفي هنا من اقل من شهر وانا اعرف الكابتل الحمد عبد الرقوف من فترة حتى من وهو كلاعب هو شخص زكي شخص بيذاكر شخص بيتعب شخص بيجتهد شخص دقوب جدا فالراجل النهاردة شفنا شغله في الملعب شفنا شغله اللي الكابتل ان شاء الله الغريبي اعترف به مدرب المكونون العرب وقال ان بلدية المحلة كان افضل واداهم الفني والتكتير كان افضل مننا في هذه المباراة اصلها سهلة هي مش محتاجة اختراعات الموضوع مش بالسن الموضوع بالشغل والتعب والاجتهاد والمذاكرة والتحضير ده كله بيعمل احمد عبد الرقوف من وهو موجود في دورة الدرجة التانية وعشان احمد عبد الرقوف يبقى المدير الفني لبلدية المحلة في الدورة الممتاز ويبقاش عنده تدعمات عبقرية يعني ده نجاح لإدارة النادي اللي امنت باحمد عبد الرقوف وامنت باللعابين الموجودين اللي معظمهم هم اللي سعدوا من دورة الدرجة التانية هتقول لي بدري اوي الكلام ده هقول لك اه بدري بس البشاير واضح البشاير واضح هتحان نشوف الاهداف اهداف مباراة بلدية المحلة والمكون العرب الاهداف امام حضراتكم ايه عبد الرحمن جمال سمانة زي ما قلت لكم سجل الهدف الاول في الديئة ستاشر من ضرب الجزاء وبعد كده حسام اشرف سجل الهدف الثاني في الديئة اربعة وسبعين براوان وثقة وثقة مهاجم كبير يعني سجل الهدف الثاني وهدف الفوز وتأكيد الفوز لبلدية المحلة طيب مباراة اخرى النهاردة الداخلية وامبي امبي مع كابتان المصطفى كان انا الموسم السنة اللي فاتت او الموسم اللي فاتت بشكل رائع جدا والداخلية الموسم ده لا شكله فريق افضل شكله فريق احسن قدر يفوز على امبي بهدف دون رد هدف رائع جدا جدا لعبد العزيز السيد جاء في الديئة ستة وتلاتين واحنا بنعرض الهدف دلوقتي هقولك ازاي عبد العزيز السيد عمل حاجة رائعة جدا حاجة بتاعت لعيب كبير يلا تعال نعرض الهدف عشان نوريك عدلت جسمه عشان تيجي على شمال وركز معاي بص بص الكرة يو بتتلعب الكرة جايله من هنا بس دي طبعا الزاوية دي مش هتبقى ان شاء الله يكون معنا زاوية تانية هو جايله على يمينه وهو اشوال عدل جسمه عدلة فيها مرونة فليكسابيلتي مش طبيعية اهي دي هي دي بص 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 الكرة جايله ازاي هي جاية اهو رايح كده هي مفروض نازل على يمينه خد يعني خد خطوة بالعرض كده عشان يزبطها على شماله حيب انا لعيب الزاكي راح رزع طبعا في المقص هدف رائع جدا احلى هدف اليوم يعني كابت الميمة عبد الرازق فعلا ربنا بيكافقه بصراحة يعني راجل مع المصر الموسم الماضي انهى بشكل رائع جدا مشي من المصري راح الدخلية في مفروض فرق اصعب طبعا تبقى للامكانيات والظروف ينجح في اول مباراة وسبحان الله في اول مباراة للمصري المصري يخسر في الدورة امام النادي الاهلي ولكن كل ده مش مقاييس ولا معاين لأي شيء يعني وبرضه في الاول الاخر المصر تغلم من الاهلي يعني وهو النهاردة مباراة ندية يعني ما فهش برضه فرقات كبيرة يعني